من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الأول من كانون الثاني يناير المقبل وتتضاء الفرص إبرام اتفاقاً تجارياً لمرحلة ما بعد بريكسيت بعدما أبدت لندن وبروكسل تشاؤمهما بشأن إمكانية تخطي خلافاتهما وتتعلق الخلافات بين الجانبين بثلاث نقاط رئيسية وهي وصول صيادي الأسماك الأوروبيين إلى المياه البريطانية وطريقة تسوية الخلافات في الاتفاقية المستقبلية وضمانات التي يطالب الاتحاد الأوروبي لندن بها في مجال المنافسة مقابل الوصول الحر إلى أسواقه ويحتم عدم التوصل الاتفاق إلى خضوع التبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى قواعد منظمة التجارة العالمية ما يحمله ذلك من فرض رسوم جمرجية ما قد يشكل صدمة جديدة للاقتصاد الذي يعاني أصلاً من تبعات وباء كورونا ووسط تعثر المفاوضات بين لندن وبروكسل قبل خروج بريطانيا من السوق الموحدة تحاول المملكة المتحدة الاستعداد للفوضى التي يمكن أن تنشأ في حال خروجها من دون اتفاق في حين بدأ القلق يتزايد لدى المقيمين في المملكة المتحدة بشأن احتمال حدوث نقصاً في الغذاء وتحسباً لعدم التوصل إلى اتفاق عرضت المفاوضية الأوروبية تدابير طارئة تهدف إلى الحفاظ على حركة النقل البري والجوي لمدة ستة أشهر بين الطرفين شرط أن تفعل المملكة المتحدة الشيء نفسه العربية تحدج اشتركوا في القناة